يقبع الطفل أيهم السلايم البالغ من العمر 14 عاماً في الحبس المنزلي في بلدة سلوان بالقدس منذ 17 شهراً حرم من أبسط حقوقه الإنسانية ومن حنان والديه بعد أن أجبره على تأدية دور السجان ونتيجة قصاوة تجربة الحبس المنزلي على أيهم والعائلة أعلن والد أيهم نواف السلايم رفض قرار الحبس المنزلي واستعداده لتسليم طفله للسجن على أن يبقى أسيراً بالمنزل تحديت محكمة الاحتلال والحكومة وأعلنت للمحكمة والقاضي أنه أنا ما بلتزم بالحبس المنزلي لابني أنا ما أنا مستعد أكون سجان لابني ابني يشعر أنه أنا بدل ما أكون أبوه اللي لازم أدير بالي عليه وأحافظ عليه أنا بدأ أصير سجان وأنا ما أنا مستعدة يعني الولد تطلع عليه تغيرت نفسيته صار يشعر أنه الكل هون هو بده يزجنه أبوه سجان أمه سجان أخوه بصيع عليه ما فيش إطلع الشارع بممنوع فأنا تركته الآن يعني مش ملتزم بالحبس المنزلي ومع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد يستعد أشقاء أيهم لهذا العام بعد أن قاموا بشراء كافة المستلزمات اللازمة للمدرسة فيما حرم أيهم من هذا الحق أيضاً حيث أنه من المفترض أن تعتقله قوات الاحتلال في الأشهر القادمة بعد صدور قرار بسجنه الفعلي بالمعتقل لعام كامل شهر سبع قبل ما يقارب شهر تم استصدار كانوا طالبين له ثلاث سنوات حكم قبل بمفاوضات ومرافعات بين المحامة والنيابة الآضية حكمته سنة سجن فعلي لا يدخل داخل المعتقل أما شقيق أيهم أحمد السلامة والذي تحرر ضمن صفقة التبادل الأخيرة فقد حرم أيضاً من مقعده الدراسي نتيجة عنصرية الاحتلال الذي يرفض إعادة أي من الطلب المقدسيين الذين تحرروا بالصفقة لمدارسهم من مدينة القدس المحتلة آية الخطيب رؤيا